السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظموا درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يجوا عادي يقول طب ما هو كلام ده الآل في الآل فاتت بالضبط كده يعني ربنا لما يقولهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستؤون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين كلام ده معناه لأي واحد بيفهم أو أي واحد عربي أو أي واحد عائل إن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله أعظم وأعلى من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام طب لماذا كان التكرار؟ ليه التكرار بقى؟ قال لك الناس اللي هم الكفار دول طموحين شوي أو يعني عندهم أماني عندهم أحلام وردية زي ما احنا بنقوم إذا كانوا في غزوة بدر دعوا على نفسهم شوي في إيه؟ وإيه في أبو جاهلي يقول إيه؟ يقول اللهم من كان منا أبغضوا عندك وأقطعوا للرحم فإيه؟ فانتقم منه يا سلام دعوا على نفسه فهو كان يعني غروره بيفهمه أو بيهيأ له أو بيخيل له إن هم الأحسن فهو ممكن يفهم الآية دي إيه؟ بالغرور بتاعه ده أو بالأحلام الوردية بتاعته دي أنتم خليين سقاية الحج زي الإيمان؟ لا ده سقاية الحج أعلى مثلا ها؟ فبقى إيه؟ فجاه التصريح بقى الذين آمنوا عشان يقطع هذه الطموحات ويقطع هذه الأحلام ها؟ أحلام العصار دي فجاء القطع والتوضيح والبيان قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ولكن كلمة أعظم دي فيها إشكال مهم جدا أنتكلم عليه في الفيديو القادم بمشيئة الله تعالى السلام عليكم أعطوا 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 أعطوا